السلام عليكم ومرحبا بكم شهيوة جديدة مشهيوة ام اناس اليوم ما جيت اجبت لكم حرشة ولا ارواح فين غتبقى هذه المحلبة اولا ديال الزنقة على الليد صراحة كالجمع لكم من الداخل طبعا ليها اسرار والجميل فيها انكم ما كتوسخوش لمواعن يعني كل شي كتعمله فضقة واحدة بغتو طبعا تعرفوا السر ديال النجاح دياله فما عليكم الى تتبعوا الفيديو من الاول حتى النهاية متنسوش لايكيو الفيديو فلايك ديالكم ضروري جدا باش كتحفزوني طبعا وهنا كنعرف بانو الفيديو نالاعجب ديالكم بارتاجيو الفيديو كدليك اشتركو وفعلو الجرس ويلا هو ديريكت اولا مباشرة عند زولي المقادر فقدينستعملوا ان شاء الله ثلاثة كؤوس من السميد اللي كيكون سميد متوسط ملح لحسب الضوق ملعقة من المربع كأس كبير من الماء دافئ ما يقارب مئتان ميلي لتر ربع كأس من الزيت ما يقارب خمسون ميلي لتر عندي هنا خميرة مدابة في الماء ما يقارب ملعقة صغيرة جدا غير مملوعة وعندي ملعقة كبيرة من الزبدة فطبعا الملح كتبقى على حسب الاختيار ديالكم يعني على حسب الادوق فصراحة سهلة سهلة جدا بالنسبة للخميرة الكيموية كتبقى اختيارية فانا استعملت ملعقة صغيرة ما يقارب 8 جرامات فغادي ندوزو ان شاء الله مباشرة للباش نحضرو الحرشة فهنا الجميل في هاد الحرشة هي اننا ما كنحتاجوش قوت الموعين او لحنا كنقول القشيشعات يعني القشوع فاكيف ما كتعرفو طبعا ربات البيوت كي اقزو الى هاد الشي فهنا عندي كأس عنبا غادي نستعمل ثلاثة كؤوس غير مملوقة يعني كأس الى ربع ديال السميد لي كيكون متوسط بالنسبة للناس اللي عايشينها في ألمانيا فاسميتوها دفايتن غريس فكيتبع في اي محلات تجارية ديال المواد الغدائية فغيف او لا قلدي فسافي كيف ما كتشوفوا معي غادي نستعمل ثلاثة كؤوس الى ربع فغادي نعمل هنا تقب في الواسط وغادي نسب فيه ديك كأس من الزيت عفوا يعني ربع كأس من الزيت ما يقارب خمسونة ميلي لتر فهنا غادي نخلط الكل مع بعض ولكن طريقة التخليط او لا طريقة الخلط فكتكون ضرورية جدا لانو كتكون هلا مراحل وطريقة العجن طبعا فيها اللي كيكون يعني هنا يكمن السر هو السر في طريقة العجن فغيف ما كتعرفوا فالحرشة ما كتتعجنش نهائيا فلها طبعا السر دياله من بعد ما سبينا ديك ربع كأس من الزيت غادي نضيف واحد رشيشة ديال الملح ما يقارب ربع ملعقة صغيرة طبعا كتبقى اختيار يعني الملح لحسب الادواق كيف ما سبق لي وقتليكم فهنا غادي نضيف ديك الخميرة طبعا الخميرة ما تكترش منها فرأس ملعقة فقط إلا كانت عندكم الخميرة التازجة فكتعملوها تقريبا حبة كحبة حمص غادي نعملها كذلك هنا في الوسط وغادي نضيف ملعقة كبيرة مملوئة جيدا من الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ بالنسبة لي لانا هنا إلا لحظة معي عندي هنا ملعقة صغيرة جدا لذلك استعملت هنا ملعقتين ونصف إلا كانت ملعقة حساء كبيرة فكتستعملو فقط واحدة فصفي فهنا غادي تبدأ غادي يبدأ السر ديال العجن ولا الطريقة العجن فكيف ما كتعرفوا الحرشة فما كان عجنوها شنيها أيام بحال خبز لأنه إلا عجبناها بحال خبز فطبعا غادي تجينا مدقصة وغادي تجينا جينا يعني بحيل عجلنا الخبز فهنا كيف ما كتشوفو غادي ندخل لك الزيت والزبدة والخميرة في الحبيبات ديال الساميد بحال اللي كان بسبسوه بحال اللي كان نفطلو الكوسكوس فغادي نخليكم إن شاء الله مع السور فقط بأطراف الأصابع كتكون يعني هكذا ما كان عجناش نهائيا وما كان زيارش عليها فقط بهاد الطريقة ها هي بحال اللي كتفطلو الكوسكوس فضروري من هذه العملية حتى ندخلو الزيت والزبدة بهذا الشكل ها هو ضروري حلو بايبات كتبقى هكذا متفرقة ما تعجنوش يعني مع الأصابع مع أطراف الأصابع هنا غادي نقوم بإضافة ملعقة صغيرة مملوعة ما يقارب 8 جرامات ودي ندخل فيها كذلك الخامير الكيموية كيف ما كتشوفوه فقط بأطراف الأصابع ما كان عجنوها شي نهائيا فهنا غادي جي الدور دي المربا دي الملعقة دي المربا المش مش فكتعطينا واحد سعليكا من داخل واحد ما داك خطير جدا ولا أروح فغادي فوها الحرشة دي لكم وردو ليا لما عنده شي طبعا المربا فبالإمكان دي لكم كتعودوها بملعقة من العسل يعني ملعقة من العسل كذلك تفي بالغرض فصفي كيف ما كتشوفو معي غادي مبقى كذلك كنفتل فهد العملية هي صراحة كتذكرني بالفتيل دي الكوسكوس يعني الكسكسو فهد العملية هي كتبقى طبعا ضرورية باش الحرشة كتجينا هكذا يعني الحبيبات المتفرقة ما كتجيش بحال خبس فصفي من بعد ما فتلناه جيدا بأطراف الأسابع فقط غادي ناخد ديك 200 ميلي لتر من الماء اللي كيكون طبعا المدير روبيني العادي البارد وغادي نصبوا ما تخافوش منه في الأول غادي تجيكم العجينة سائلة وقتلتسق في اليدان لكن ما تخافوش منها فهنا غادي نكمل طبعا العجن ديالي أو لا فقط يعني ماشي عجن فقط بأطراف الأسابع وأنا كنجمع الحبيبات اللي طبعا فتلناهم فاحنا يا حببناها بحال طريقة اللي عجيبة جدا لذلك تفادوا أنكم ما تعجنوهاش وما تزيروش عليها بالأصابع ولا براحة اليد فقط كيف ما كتشوفوك نعجن باليد المفتوحة يعني كيف ما كتشوفو اليد ديالي مفتوحة فقط بأطراف الأصابع هذا العملية غادي نزيد نأكد لكم عليها لأنه ضرورية جدا في نجاح الحرشة فصفي كيف ما كتشوفو معي غادي نقام السمرة فقط بالأطراف الأصابع ديالي تكن تأكد بأنه الماء تشربت لي يعني تشربت لي الماء جيدا غادي نخليها طبعا على جنب لأنه كيف ما كتشوفو العجينة سائلة شيئا ما وقتلتسق في اليدين غادي نخليها لمدة تقريبا دقيقتين فقط لأنه السميد اللي عندي أنا كيتشرب ضغية ثمي اللي كان عندكم السميد من نوعية اللي ما كتشربش ضغية فكتخليوها تقريبا لخمس دقائق وكترجعوا ليلا اللي كان جاء ليلا طبعا كان جمع فقط بهذا الطريقة يعني ما كان عجنا شي نهائيا كان شكل منه لهذا الشكلها هو كورة يعني كورة مش يضرر يتكون يعني كورة معوطة يعني مقادة غادي ننهزة أو غادي ناخدها بيد بواسطة يد وبواسطة يد أخرى غادي ناخد القليل من السميد وغادي نرش به المقلات ديالي جيدا لأنه طبعا الحرشة ما اسموها حرشة حتى كتكون يعني حرشة من التحت ومن الفوق يعني كيكون طبعا الملمس الخارجي دياله خاشن ومقرمش سوف ينبعد ما لبست المقلات ديالي جيدا بالساميد ضروري ما حد ملاحظة أخرى المقلات ديالكم تكون مقلات تقيلة شيئا ما هكذا باش ما تحترقش معكم الحرشة ديالكم ضغية بالنسبة النار كتكون طبعا نار متوسطة يعني ليست بعالية وليست بهادئة غادي نبس طب هاد الشكل هو براحة اليد من بعد غادي ناخد واحد الملعقة اللي كتكون ملعقة سيليكونية او سباتولا غادي نقضليها او غادي نقضل الجوانب دياله هكذا الحواف كيكونوا يعني كتكون كتكون عنا او لغا نحصلوا على شكل دائري مقوط امقد فسافي غادي نخلكوا ان شاء الله مع السور اللي كتكون اكتر توضيح واكتر تعفير فسافي من بعد ما قديت العجن ديالي من جميع الجوانب كذلك من الحواشي دياله غادي ناخد القليل من السميد وغادي نرشه من فوق العجن ديالي او لما فوق الحرشة هكذا كيجي الملمس دياله من فوقه من تحت خشن بهذا الشكل هوا غادي نغطيها طبعا ضروري جدا بواسطة واحد المغطات او لاشي السينية تكون هكذا يعني كتغطي لكم المقلات يعني تكون سينية كبيرة او لامغطات كبيرة او لامفوا كتشد راساء من الفوق وكنشموا الريحة ديال الحرشة يعني كتلق ذيك الريحة يعني بحل الكيكة ما تكون كتف الفرن سافي كتقبط راساء من الفوق كنقلبوها اي كنلقوها تحمرت سافي كنقلبوها من الجهة الاخرى كتتكمل طياب دياله فسافي كيف ما كتشوفوا معيه دو الشكل دياله يعني فطيرة ذهبية رائعة جدا والمداق دياله من عود لكم مش عليه شيشا واحد درجا لي ما تصوروهاش ومقرمشة ولكن ردوا لبل ديالكم بقوت الهشاشة دياله فارها ضغية كتسفرتس في القلب وكذلك بتقطع بالنسبة هاد الفائدة وديال الساميد فقدينحيدولا ان شاء الله عنده التقديم فهدا وطبق تقديم نهائي حرشة شهوة منا ولا ارواع مع بريري ديال اتاي منعنا شبعوش منا اكيد غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها فاللي عجباتو الوصفة فما عليكم الا تجربوها وتتعلقو لي في كومنتي تتوني طبعا الاراء ديالكم وتعليقات ديالكم كيف جاتكم فصراحة ان كتجي بنينة وسهلة بساف ما فيهاش قوط الخدمة وتمارة هكذا لي فطور الصباح او اللمجة فهذا والشكل ليالا كيف ما كتشوفوه ره بقي ساخنة جدا فكتجي صراحة شيشة يعني كل قدمة منها كتتفرتس في الفم وكتدوب دوابان وبقال يخطي الان قلكم بارتاجي الفيديو باش تعمل فائدة ولايكي واه باش تشجعوني وبقال يخطي الان قلكم كيف ملعادة دمتم فرعات الله وحفظه والسلام عليكم